السلام عليكم انا واحد ونر من ونر تنس شوق النهاردة هنتكلم عن شدة مضرب التنس او التنس من اهم العامل المؤثرة في اداء اي لعب تنس هي شدة المضرب بتاعه او قوة الشدة اللي هي بنوع لها التنس في البداية لازم نعرف يعني ايه شدة مضرب او معناها ايه ان انا شد مضربي على 25 كيلو 26 كيلو 27 كيلو معناها ايه تتفسر ازاي لو انا معنديش مكان معنديش اي حاجة وعايز تشد مضربي على 25 كيلو هي ببساطة معناها ان انت بتجيب وزن 25 كيلو تربطه في الفتلة الوزن ده بياخد الفتلة وينزل مثلا التقل او ال 25 كيلو 26 كيلو 27 كيلو قوتهم لما بيشدوا الفتلة كده وينزلوا هي دي الشدة مشدودة بقوة الوزن اللي انزل ده او ايه ان كان الوزن اللي انت حطه او عايز تشده ده ببساطة معنا الشد عندنا واحدتين مقياس للشد الكيلو والل بي اس اللي هي الرطل بيتعاملوا بيها في امريكا زمان كان الشد يدوي بالايد نشد الفتلة بايتنا واللي نشده نحط في المكرونة نغراز او حاجة رفايع عشان اللي شدنا ما يسيبش وهكذا حد ما نخلص كل المضرب طبعا كان كل التنشن او قوة شد لها قوة شدة معينة بالايد بعد الشد اليدوي بقى فيه شد يدوي بالمكان مكنة بس يدوي نحط المضرب على المكنة وقوة الشد بتيجى عن طقل مع المكنة بينزل خمسة عشرين ستة عشرين بيهد الفتلة وينزل اللي هي دي قوة الشد بعد كده والحديث دلوقتي مكن ديجيتال او بالكهربا منحط الرقم بالكهربا والمكنة بتشد بالمكان الديجييتان كل ما ده ما بيتحدس في الدقة بتاعطه وفي السرعة وفي الحاجات اللي تريح في الشد وتبقى سريع ده باختصار عن الشد والمكنة في نقطه مهمة جدا بقى نعرفه عن الشد والتنشن نقطه باجاز لكن مهمة جدا وسريع علشان ما تقولش لخدرك اول حاجة ام يشدت الدينا باور يعني يشدت الدينا باور وامتة شدت الدينا باور اولا الشد اقل من اربعة حتى عbourne الاختيار بيوك الي يجري микام الشدة الاكثر من 25 كلا في كل جرد لماذا يجري الشدة الاوليه ليس اجري وคوージأ الشدة prev langnellar وما الذي تشعر الاختيار وما يجري الشدة أمسفة والضعيه أربعة بل 25 كلا الفترة ت soundingat ويجب التجذب Editor وتعسل الage الاء ويجري ويجري فيها باور اولا ما الكرة تتيجي فيها وتنتصها وتمتصها وتديها باور لعلها الا شهر الفاتلة في فيها مرونة الفاتلة ما بطبقة اكثر من 25 ڤو او ناشفة الفاتلة بتبقى ناشفة ما بتنتصش الكورة ما بدقاش فيها مرونة فبابقى فيها دى بينواع دى النوعنا عليها بتحددلك بتساعدك في الب blandar ك �ont necesita teakht monitor دا باختصار ان الفاتلة الطريجة بقى فيها مرونة فتدينا الباور الفاتلة الناشفة ك تبقى ناشفة فبتساعدها في التد bringen ده بالنسبة للفاتلة او الشادة الباور والشادة الكونترول امتى او ليه يفضل دايما نشد الطول اكتر من العرض ليه يفضل دايما لو بنعمل فاتلة كوليستر نشد الطول اكتر من العرض او فاتلتين من نفس النوع نشد الطول اكتر من العرض انا هقرب اشرحها لحضراتكم احنا في الاول بنشد الفاتلة الطول اكتر من العرض عشان هكتين مهمين جدا اول حاجة خداكم شايفين المسافة بتاعت الطول ديت مسافة الطول اكتر من العرض بمرة ونصف اكتر من العرض فانا مثلا لو شدت المضرب 25 طول و25 عرض الفريم او الهد سايز بتاع المضرب الفريم يبقاش مستراح بيبقى مضغوط لان 25 دي غير 25 دي المسافة دي اطوى من دي فانا بشد دي كل المسافة دي 25 المسافة الويلة دي 25 الفريم يبقاش مستراحة تاني حاجة احنا عندنا الحمل او اللعب كله في التنس على فطل الطول الحمل كله عندنا على فطل الطول هي العمل الاساسي فانا يفضل دائمان اشد فتلة الطول اكتر على اقل كيلو او كيلو ونص اتنين كيلو مش اقل من كيلو مش اكتر من اتنين كيلو لان فتلة الطول بتريح اسرع من فتلة العرض فلو شدد دي 25 ودي 25 فتلة الطول هتريح بسرعة مش هبقى حاسس المضب مش هبقى حاسس التنجر لان خلاص الفتلة العامل الاساسي بتاعي ريحت اكتر من الفتلة العامل المساعد فيفضل دايما نشدها 25 عشان لما تريح تنزل لل24 اللي هي العرض امتى اشد العرض الفتلة العرض اكتر من الطول في حالة واحدة بس لو الفتلة الطول عندي بوليستر والفتلة العرض عندي فتلة جط أو نايل او ببساطة لما الفتلة طول تبقى عندي ناشفة والفتلة العرض عندي طرية يفضل يفضل نشد العرض اكتر من الطول ودي الحالة الوحيدة اللي نشد فيها العرض اكتر من الطول طب مش هيئصر عن الفريم مش هيئصر عن الفريم لان الفتلة اللي بالعرض مدام طرية بيبقى فيها مرونة زيادة بيبقى فيها مرونة جامدة جدا فبتعمل hjälpan جامد او بتتشد جامد اكتر من الطول عشان توصل الاجتنشن اللي احنا عايزينه اللي يريح الفرين في الاحي في المضرب. ده بالنسبة لقيمة نشد الطول اكتر من العرض وقيمة نشد العرض اكتر من الطول. ليه يفضل نعمل اربعة عقدة? ليه يفضل نعمل اربعة عقدة ليه? اربعة عقدة من وجهة النظار نحنا كونار بتخلي المضرب يحتفظ بالاجتنشن اكبر وقت ممكن. انت اولا لو هتعمل فتلتين مختلفتين فتلة طول فتلة عرض واصبع عندنا هنعمل اربعة عقدة. بس دايما لما احنا بدايما عندنا في ونور بنعمل اربعة عقدة لان الربعة عقدة ما بتخليش الفتلة تريح بسرعة بتحتفظ بالتنشن اكبر وقت ممكن. معنى كده ان الاثنين عقدة مش كويسة? لا الاثنين عقدة كويسة جدا. بس احنا شايفين ان الاربعة عقدة هي بيبقى فيها مجهود زيادة شوية او بتطول شوية بس هي احسن شوية للتنشن بتاع مضرب ما يريحش بسرعة. اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا يُفضل تزود الفرق من كيلو إلى 2 Everything لان ملاعب الهاردو كورت ملاعب سريعا فعشان تعرف تعمل كنترول كويس لو انت متعود تلعب على الكليل كورت لو انت لعب تلعب على الهاردو كورت دايما وهتلعب على الكليل كورت قلل التنشن بتاعك كيلو ملاعب الكليل كورت بطيئة شوية لو انت لعب البروفيشن دايما بيركزه في الحاجات دي في الشتة في الشتة بيقلل التنشن بتاعه شوية في الصيف بيقطر التنشن بتاعه شوية بمعنى لو انا التنشن بتاعي اربعة وعشرين اربعة وعشرين في الشتة بخليه تلاتة وعشرين في الصف برجعه تاني اربعة وعشرين لان في الشتة الفتة بتحتفظ بالتنشن اكبر واكتر وقت ممكن في الصف الفتلة اللي بتريح لسرعة فبيفضل بنشدها زيادة شوية خليك دايما عارف كل اللي بيشدوا مدرهم وحليهم عارفين ان الشتة بتفرق من مكنة للمكنة ومن شخص لشخص بمعنى ان الشتة بتشد مدربك دايما في مكان معين والظروف جابتك انك تشد في مكان تاني خلي دايما عندك مرونة بمعنى ايه؟ انا لو بشد مدربي في مكان دايما خمسة وعشرين المكان التاني على اقل لازم اعرف المكنة دي بتعمل لها معايرة مكنة قديمة مكنة جديدة فمش كل المكن بيطلع التنشن واحد زي بعض مفيش مكنة بيطلع التنشن زي التاني في مكان بتعمله معايرة وفي مكان لا لازم مكنة شد المدرب كل مئة مدرب يدعمله معايرة عشان يفضل زي ما هو يطلع التنشن مزبوط فانت خليك دايما لو بتشد في مكان خمسة وعشرين المكان التاني اعرف ان مثلا دي الشد المكنة دي نشفة فقال لشوية المكنة دي ضعيفة اكتر شوية خلي دايما عندك مرونة في الشد ما تشدش في كل الاماكن نفس التنشن وترجع تشتاك تقول ان الشد هنا ضعيفة والشد هنا قويلا انت تبقى عارف ان المكن غير بعض الشد بيفرق من شخص حتى لو على نفس المكنة كل واحد ببقى ليه طريقة في الشد معينة فبتفرق معاك انت في التنشن بتاعك وفي الشد بتاعك اللقابة البروفيشنال دايما بتفرق معاهم حكاية ان هيلعب مين هيلعب على الملعب ايه الهوى معاه او ضده مثال بسيط عندنا فيدرر فيدرر بيبقى معاه على اقل 9 مضارب كل 3 بتنشن حسب الملعب اللي بيلعب عليه حسب اللي بيلعبه حسب اللي بيلعبه حسب طريقة اللعب اللي هيلعبها حسب اتكاه الهوى خلي دايما عندك نرونة خصوص للعب البروفيشنال لما تيه بغير التنشن بتاعك هتغير طريقة لعبك هتغير الشد بتاعتك المدرب قالك عايزين نغير من باور لكنترول مثلا ما تطلعش مثلا من 25 ل28 مرة واحدة لو انت تعايز تغير الشد بتاعتك من 25 ل28 ما تطلعش من 25 ل28 مرة واحدة البروفيشنال ممكن يعمل كده ايده وقوة ايده وطريقة لعبه والخبرة والحاجات دي ممكن يعمل من 25 ل28 ل27 عنده الخبرة او المرون انه يعمل كده والقوة وثمانين ويعمل كده انت دايما خصوصا للعبه الجونيور دايما لما تغير غير على الاقل من كيلو بمعنى 25 26 لحد ما توصل ال28 ما تغيرش من 25 إلى 28 امشي كيلو كيلو كل مرة كيلو لو حصلت مشكلة في التغير غيرت مثلا من 25 وانت تضغير لها 27 حصلت مشكلة في الرست في القوع في الكف ارجع خطوة الورد ارجع خطوة الورد الناس اللي عندهم مشاكل في اديهم سواء في الرست او في الكوع او في الكتف خصوصا للكبار في السن الناس دول دايما بننصحهم بحكتين مهمين جدا في الشد اولا شد مضربك على تنشن قليل شد مضربك على تنشن قليل اقل من 25 لان الشده النشفه الشده القويه بتسمع في الدراعة الشده القويه بتسمع في الدراعة دي ما تفرقش ملايبي البروفيشنال وهو على طول في الجن تقويل الايد تقويل الدراعة الرست الكتف القوع فالدراعه يستحمل لكن بننصح دايما خصوصا من الرواد الكبار في السن لو عندك مشكلة شد شد قليل تاني حاجة استعمل على اقل فتلة جط فتلة مالتي فيلمنت الفتلة الطريق الفتلة الطريق تبقى مريح لليد اهم حاجة فيها او احسن حاجة ثانية مريح لليد مش هتعرف تستعمل في المضرب كله فتلة طريق جط او مالتي او نيلون بالترتيب من الاحسن الاسوأ استعمل في الفتلة الطول هي الفتلة الطريق والفتلة العرض وحطها الفتلة المجمو بس في الطول اللي هي العمل الأساسي والعامل المهم في اللغبة بتاعنا حطها هي الفتل للطريقة الحاجة الثانية دايماً حس شدتك حس الشدة بتاعتك لو بتشد في مكان اعرف دايماً فتلتك دي خمسة وعشرين مثلاً اعرفها دايماً عشان لما شد في مكان تاني وتحس الفتلة بتاعتك تعرف دي زيادة او اقل لو بتشد فتلة جط بتستعمل فتل الجط حاول دايماً تعمل بريستريتش بريستريتش يعني ايه؟ يعني تمط الفتلة كل المكان الديجتال الحديث في حاجة اسمها بريستريتش من خمسة في المئة حد خمسة وعشرين في المئة وعشرين في المئة بتختارها انت حسب مطق الفتلة بتاعتك هذه تفاصيل صغيرة بس لازم تبقى عارفها لازم تبقى عارف تفاصيل لعبتك او عارف تفاصيل مضربك وتنشانك تعمل بريستريتش دايما للبريستريتش دايما للانتppتעל مبتنا لتنيفي عارف بسبب هناك فتلة ش flirt بريستريتش يعني بنمط الفتلة زيادة والانتppت على انتبه بسبب كيف تريح بسبب بريستريتش لليس لاتفال بيلان اولايلا شاك على مضربك قبل البطولات دي مشكلة بتواجهنا في شد المدارج هنا في ونر اللعيب بيجي قبل البطولة ساعة البطولة او قبل البطولة بساعات ويلاقي مضربه هيتقطع مقطوع شيك عن مضربك مش لازم دايما مضربك يكون مقطوع عشان كده يبقى عايز يتشد تاني مش لازم مضربك يكون مقطوع عشان يبقى عايز يتشد تاني برا لما الفتلة بتريح التنشم بيرايح بيشد مضربه لو هو مضربه ستة عشرين سبعة عشرين والسبعة عشرين دي ريحت ما بقاش حسسها السبعة عشرين بيغير مضربه لما بتفضل فترة طويلة بمضربك مريح بيسمع في ايدك بتعمل مجهود زيادة عشان تطلع الكرة خلاص الفتلة ما بقاش فيها انيرجي ما بقاش فيها طاقة بقت نشفة خلاص هي مش مقطوعه لكن ما فيش منها فايدة وفضل تغييره عشان ايدك ما تعملش حمل زيادة على ايدك خليك دايما عارف انك لما بتشد مضربك وتسيبه كتير الفتلة بتريح بمعنى احنا لما بنشد المضرب في اي مكان واي مكان واي حد بيشد بتشد المضرب وبتسيبه محطوط في خلال ساعة المضرب بيرايح من نص كيلو لكيلو من غير ما تلعب به من غير ما تعمل اي حاجة المضرب بيبقى طالع من على المكانة مشدود بنسيبه ساعة المضرب بيرايح من كيلو لنص كيلو عشان كده اللعبه البروفيشنال دايما بيشده مضربهم قبل البطوله بوقت قليل في ناس بتشد مضربها قبل البطوله بساعتين بياخد المضرب بينهم عليهم بياخد المضرب فريش الفتلة بيقى فيها ان يرجي فيها الباقة بياخد المضرب فريش لاحظ دايما في البطولات الكبيرة لما بيغيروا الكور دايما اللعب اللي بيستقبل بيغير مضربه حتى لو مش مقطوع برا ما فيش حكاية ان المضرب لازم بيقى مقطوع حتى لو مش مقطوع بيغير مضربه عشان يعرف يستقبل الكورة الكورة الجديدة بيبقى سريعة وناشفة بيغير مضربه عشان يبقى فيك كنترول زيادة في استقباله ده كده بالنسبة لموضوع الشد اسف لو طولت عليكم اسف جدا اللي عنده اي تعليق اي تصحيح وحبب بيشاركنا يا ريت ما يبخالش علينا شكر جدا وحبب شكرا